هذه الأحرف أصوب ما قيل في معناها ما ذكره مجاهد بن جبر وهو من كبار علماء التفسير فقد عرض القرآن على ابن عباس مرتين يقف عند كل آية يسأله عنها وهو أن هذه الأحرف ليس لها معنى فما قيل من أنها أسماء القرآن أو أنها أسماء الله أو أنها أسماء النبي أو أنها دلالة على عمر الأمة وبقائها كل ذلك لا صحة له ولا يستند إلى علم صحيح وإنما هي أحرف افتتح الله تعالى بها الكتاب تحدياً لأهل الكفر وبيان لإعجاز القرآن حيث إن الله تكلم به بهذه الأحرف التي يعرفها العرب ولم يقدروا على أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله مع فصاحتهم وقدرتهم على البيان وأنهم أهل اللسان وكثرتهم كذلك فإن الله لم يتحدى به فرداً بل قال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً فدل ذلك على إعجازه ولهذا في غالب موارد ذكر هذه الأحرف في الكتاب الحكيم يأتي بعدها ذكر القرآن تمجيداً ولفتاً لعظيم ما فيه من الآيات البينات ومنه هذه السورة قال الله تعالى يا سين والقرآن الحكيم فأقسم الله بالقرآن بعد افتتاحه بهذه الحرفين الكريمين